قال الرئيس سيسي إن الاجتماع بشأن القدس يأتي على خلفية ظروف طارئة ومتأزمة توجه القضية الفلسطينية وأشار الرئيس سيسي إلى أن استمرار الإجراءات أحادية الجانب المخالفة للشرعية الدولية يزيد من الاحتقان على الأرض ويهدد بانفلات الأوضاع الأمنية لقد بادرت مصر منذ أكثر من أربعة عقود بماد يد السلام لإسرائيل سلام قائم على العدل وعلى أساس العمل على التوصل لتسوية شاملة وعادلة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وأكد هنا أن عصمة الدولة التي يرتضيها ويتطلع إليها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ستظل هي القدس الشرقية